تفقد وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش سير العمل في مشروع تأهيل مركز انزال القرين السمكي في مدينة قصيعر بمدرية الريدة وقصيعر واستمع وكيل أول حضرموت ومعه المدير العام للمديري عبدالباصط بحميد من القائبين على المشروع إلى شرح حول مستوى تنفيذ الأعمال الجارية في مكونات المشروع التي تتضمن إنشاء مباني دارية ومرافق عمل الصيادين مشيرين إلى أن المشروع الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سينفذ خلال عاما ويستفد منهم بشكل مباشر الصيادون بالمنطقة كما دعا بن حبريش الجهة المنفذة للمشروع التقيد بالمواصفات الفنية والفترة الزمنية المحددة نظرا لأهمية وحيوية المشروع للمنطقة والمشاط السمكي ترجمة نانسي قنقر